السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا حلو الحديث والكلام من قناة المنوعات لينا كنرحب بكم كنشارك معكم في هذا الفيديو نبتة الخياطة هي هذه عن قرب هي نبتة طبيعية تنمو في الطبيعة بعد نزول الأمطار مباشرة هذه النبتة كانت تستعمل في الطب الشعبي القديم أجدادنا كانوا يستعملوها في الحروق تسموها بالخياطة لأن الجلد يتخيط والحروق تزول بحالة تتخيط الجلد وكانت تستعمل أيضا في الحليب ضد الكحة احتل الباحثين أشادوا بهذه النبتة بمميزاتها ومنافعها العظيمة نتمنى نحصرها في هذا الفيديو القصير أو نذكر أه أبرز المنافع بأن المنافع ديالها كثيرة يصعب حصرها كل مجتمع وليه مزايا وليه معارف واستعمالات الخاصة لهذه النبتة العظيمة الطبيعية من هنا من هنا يبس كتتيبس فضل كتتيبس فضل كتتيبس فضل كتتيبس فضل الوالدة دائما تستعملها يعني دائما تكون عندها طيلة السنة كتتيبس فضل كتتيبس فضل وكتتيبس فضل وكتتيبس فضل وكتتيبس فضل تقصر الوقت الاخر وكتتيبس فضل وكتتيبس فضل تقصرها مرة أخرى إذا مكتتبس فضل من المطبخ أو منزل ديالها نتمنى اللي يشاف هاد النبتة وكيعرف عليها مزايا اشتركوا في القناة كما قلت لكم من السنة الماضية كتيبسها الوالدة فضل كانت محطوطة في واحد الكيس وكما قلت لكم يجب حسن الاستعمال لان الشيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده هي تعالج قرحة المعيدة مفيدة للجرح تصفي الكيلي مفيدة للجهاز البولي مفيدة للتهابات الامعاء احتقان المرارة مصفية للدم تفيد القولون هذه غير ابرز المنافع او ابرز المزايا كما قلت لكم اللي كيعرف شي حاجة اكتر يفيدنا في التعليقات باش الاستفادة تكون عامة والازل حتى هو الواليدة تجعلها هاكا يعني ما تفرتتهاش ولا تضحنها ولا ايلا بغاتها تستعملها في الحليب تأخذ عريش او غصن صغير وتفيده في الحليب او تغليه في الحالي وكتخلي حتيدفة مثلا الحليب حتيدفة مثلا الحليب حتيدفة من بعد ما تغلى فيه الخياطة كتصفيه وكتشرب الحليب وهذا الوصفة فعالة هي سهلة 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 التحضير وفعالة لطرد الكحة الكحة مكتبقاش نهائيا انتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتفيدونا واللي كيعرف شي حاجة يفيدنا كما صرت في الاول وخليت لكم الراحة ورمضان كريم اضرب لكم موعد في الفيديو المقبل باذن الله عز وجل